اعزائي طلبات وطالبات الصف الاول التجاري اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة اللي بنتناول فيه شرح وتحليل مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية للصف الاول التجاري طبعا احنا كان في حلقة سابقة كلمنا فيها عن بعض المفاهيم الاساسية للسكرتاريا باللغة الانجليزية وقد اعرفنا اهمية المادة من بعض التفاصيل الدقيقة فيها اللي هي بتفدني في حياتي العلمية وحياتي العملية بعد كده ان شاء الله اللي مننا هيشتغل فيه المجال الخاص بالسكرتاريا وبالتالي لازم نهتم بالمادة بتاعتنا من البداية علشان طبعا زي ما اتفقنا هي هتفدني بعد كده في المستقبل في المجال العملي طبعا احنا تناولنا المرة اللي فاتت بالتفصيل بعض الرسائل التجارية الهامة اللي بتبقى مابين الباير والسيلر نفتكر المصطلحات اتمنى ان كل كلمة تتقال نحتفظ بها في ذاكرتنا طبعا اللي هتفوته الحلقة لايف لو هو في المدرسة او هو بتمنعه ظروف معين ان هو يشوفنا لايف طبعا الاعادة هنتابع الاعادة بتاعتنا ان شاء الله بامر الله في الموعيد المحددة على قناة مصر للتعليم الفني طبعا بعد الحلقة باربع ساعات ان شاء الله هنلاقي الاعادة موجودة وبعد كده هنلاقيها كمان متاحة على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب نقدر نحمل الحلقة ونقدر نشاهدها ونبدأ ان احنا نراجع معلوماتنا لو في معلومة معينة ما قدرناش ان احنا نحصلها في خلال الحلقة او عدت مني كده او نسيتها طبعا في صفحة بتاعتنا على الفيسبوك صفحة مصر للتعليم الفني قناة مصر للتعليم الفني وكمان الصفحة الخاصة على القناة باليوتيوب وعدناكم ان احنا هنتناول الجزء النظري الخاص بالمادة بتاعتنا طبعا الجزء النظري مهم جدا ما فيش حد يعتقد ان الجزء العملي مهم وجزء النظري اهميته اقل لا طبعا لان الجزءين مرتبطين ببعض القاعدة العلمية والقاعدة النظرية مرتبطين ببعضهم يبقى انا دلوقتي بتعامل مع مادة متكملة محدش يهمل الجزء النظري طبعا اتفقنا ان الجزء النظري بقى قلنا وعدناكم ان احنا هنتناولوا فيما بعد طبعا تدينا بجزء العملي عشان ننشط الزاكرة شوية كان بقالنا مدة طويلة جدا طبعا دماغنا مش شغالة عاديين في اجازة وبالتالي كان لازم ننشط دماغنا بجزء عملي بامر اللي النهاردة هنتناول القاعدة النظرية القاعدة النظرية اللي هي هنربطها باللي اتكلمنا عليه الحصة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت في البرنامج بتاعنا طبعا حصة على السن هي حصة تدريبية كده بنضرب نفسنا عليها وبالتالي ان شاء الله بامر الله هيكون المرضود بتاعها ممتاز بالنسبة لنا بشرط الجزء اللي يفوتني لازم ارجع ابص عليه تاني لو انا متابعتش الحلقة كويس فاتمني جزء فيها تاني ارجع على القناة على اليوتيوب وابص على الحلقة بتاعتي بتركيز نخلي بالنا من المصطلحات الانجليزية اللي بنقولها مصطلحات الغاية في الاهمية هتفدني في السنتين اللي جايين لان طبعا المادة بتبقى مرتبطة ببعضها وبالتالي هي مادة تأسيس من الاول كده ناخدها بهدوء وهي مادة ممتازة رائعة جدا هتعجبكم جدا طبعا هي ميزة المادة بتاعتنا ان هي مش مادة علمية فقط ده هي مادة علمية بلغة واحنا عارفين طبعا اللغة الانجليزية هي عصب الحياة دلوقتي طبعا اما باجي اقدم في اي مكان كشغل بيشترط ان انا نكون كويس في اللغة الانجليزية يقول لي كمبيوتر واللغة وبالتالي ده بينمي مهاراتي في اللغة في مجال العمل فيما بعد نبدأ ب طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنقول بكلامي وبعد كده بنبدأ نترجمه بالعربي مش عايزين حاجة تفوتني خالص في الشرح ولا في التحليل بتاعنا عشان الموضوع ده هيبقى مفيد جدا بالنسبة لي للمادة من بدايتها وانا بتعامل معاها ان انا ابقى متمكن منها بأمر الله وطبعا ان شاء الله هنقدر نوصل للمرحلة دي ونتغلب على اي صعوبات بتواجهني بالتركيز بالمذاكرة بالتحصيل وببعض الطبيقات العملية نبدأ كده نبص على اول حاجة عندي الشابتر الاولاني شابتر وان شابتر وان بيتكلم عن انتروداكشن تو سكرتاريال يعني انتروداكشن تو سكرتاريال طبعا ده مقدمة لسكرتاريا طبعا المادة في بداية التعامل معاها لازم يكون عارف التفاصيل بتاعتها ambassade الاساسية احنا بنقول سكرتاريا لا requirement وانi القصائص او الوظائف بتاعة السكرتير احنا بنعرف كمان الكواليتز由 السكسسفول سكرتاري اللي هي مواصفات السكرتير الجيد في ملحوظة هنقولها واننا بنكلم عن الكواليتزوا السكسسفول سكرتاري هنبقى هنقول معلومة عليها بسيطة جدا اني جي مش صفات خاصة بالسكرتير فقط دي صفات خاصة بنا إحنا كبشر بوجه عام يعني أنا عشان نكون ناجح في عملي حتى لو أنا ما بشتغلش في مجال السكرتري أو السكرتاريا لازم أكون عندي الصفات دي نطبقها على نفسنا لو أنا ناقصني صفة منهم أبدأ أشوف الصفة اللي نقصاني وأبدأ أن أنا أحاول بقدر الإمكان أن الصفة دي تكون موجودة فيها يعني هي مش هتبقى السكرتري فقط مش تبقى خاصة بالسكرتير فقط لكن هتبقى خاصة بنا كبشر بوجه عام علشان دي صفات ممتازة لو توفرت في شخص بيبقى من صفات الشخص الناجح في عمله وفي حياته العملية نبدأ تاني نبص على definition of secretary definition of secretary اللي هو تعريف السكرتاريا أو تعريف السكرتير السكرتير السكرتري is a person person يعني شخص who assist the manager assist the manager هو بيساعد بيساعد المجير and is trusted والشخص ده لازم أكون موصوق فيه الشخص السكرتري شرط يكون trusted لازم أكون وصق فيه to accomplish important and confidential works تاني secretary is a person who assist the manager and is trusted to accomplish important and confidential works الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده ببساطة بيقول أن السكرتير هو الشخص اللي بيساعد المجير بتاعي في إنجاز العمل بتاعه وشرط يكون الشخص ده trusted لازم أكون واصق في الشخص ده لازم يكون شخص ثقة إذن الشرط الأولاني اللي بيتوافر ما بين المجير وما بين السكرتير بتاعه إن يكون فيه trusted person شخص موصوق فيه ليه شخص موصوق فيه؟ الشخص الموصوق فيه اللي هو السكرتيري أو السكرتير هيكون مطلع على كافة أسرار المنشأة طبعا أسرار المنشأة لو أنا شخص trusted أو شخص موصوق فيه يبقى مستحيل إن أي سر من أسرار المنشأة في حد من خارج المنشأة يعرفه من خلالي يبقى أنا مش أقول لأي حد على أسرار المنشأة بشرط أكون trusted تمام accomplished اللي هو إنجاز الأعمال وطبعا الأعمال دي بتبقى أعمال خاصة بالمانجر أو المجير طبعا لا يخفى علينا إيه لازمة السكرتير يا جماعة السكرتير الشخص مهم جدا بالنسبة لإدارة المنشأة ليه؟ ليه؟ ليه الشخص السكرتير مهم جدا بالنسبة لي أنا كمجير مستحيل أقوم بكل الأعمال الخاصة بالمنشأة لوحدي أنا مثلا كمدرس صعب أدخل الفصل بتاعي أخذ الغياب وامسح البورد اللي هي الصبورة وابدأ أتابع الحاجات البسيطة لا أنا ممكن بنت أو طالب من الفصل يقوم بالعمل ده بالنيابة عني ويسيبني أنا للمهمة اللي أنا متخصص فيها إن أنا أشرح الدرس بشكل تفصيلي تمام؟ يبقى أنا مش أنزل أجيب حاجة من تحت واطلع تاني لا أنا ممكن أبعد طالب يجيب هاني الطالب ده بمثابة سيكرتير أخذ الغياب تمام؟ عايز أوجي الغياب مثلا لقضة الإدارة أو قضة المعاون بابعد طالب الطالب ده سيكرتير بالنسبة لي ليه؟ طبعا مش أسيب الحصة اللي هي أساس عملي إن أنا أشرح فيها وابدأ إن أنا أقوم بأعمال فرعية ممكن تعطلني عن إنجاز العمل الأساسي التاعي هو ده اللي مجيد المنشأة بيقوم بيه بالضبط بمعاونة السيكرتير يبقى السيكرتير بيقوم بالأعمال الفرعية اللي مش شرطة أنا كمجير أقوم بيها بنفسي ممكن هو يساعدني فيها كإنجاز أعمال ويتفرغ مجير المنشأة للأعمال الطارقة والأعمال الهامة المتعلقة بمهام وظيفته أو بمهام عمله تمام؟ يبقى احنا عرفنا من إيه من كلمة سيكرتيري دلوقتي الديفينيشن الديفينيشن اللي هو التعريف إيه هو تعريف السيكرتيري؟ ها؟ نسينا تعريف السيكرتيري طيب نبص تاني على تعريف السيكرتيري الديفينيشن 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 السيكرتيري هو شخص المسؤول عن إنجاز الأعمال الإضافية الخاصة بالمنشأة وبالتالي هنبدأ أن نهتم بوظيفة السيكرتير نيجي بعد كده تاسكس أف سيكرتيري إيه هي التاسكس أف سيكرتيري؟ هي وظائف أو مهام السيكرتير إيه التاسكس أف سيكرتيري؟ نبص كده على تاسكس أف سيكرتيري زي ما قلنا كده وهنتابعهم واحدة واحدة هنلاقيها صعب جدا مدير المنشأة يقوم بالمهام دي بجانب مهام عمله الأصلية نبص على نمبر ون نمبر ون يعني كتابة المستندات والرسائل الهامة يبقى أنا لو عايز مستند أو ورقة مهمة جدا تكتب بالنسبة للمنشأة اللي بيقوم بالوظيفة دي السيكرتيري مش المدير طبعا المدير هيتفضغ لمهام العمل الأساسية بتاعته يبقى إيه هي تاسكس أف سيكرتيري رقم واحد تايبينج ذا دوكومنتز اللي هي كتابة المستندات الهامة نمبر تو أنسرينج تليفون كولز يعني إيه كلام ده؟ يعني بيقوم بالرد على المكالمات التليفونية أي مكالمة تليفونية بتارد للمنشأة من العملاء أو من الجهات الخارجية المتعامل معها اللي بيقوم بوظيفة الرد على التليفون أنسرينج ذا تليفون كولز هو السيكرتيري واتفقنا نتابع واحدة واحدة معايا كده يا جماعة بعد إذنكم طلبنا وطلباتنا الأعزاء نتابع واحدة واحدة ولو في حد فيكم شايف أن وظيفة من الوظائف دي ممكن المدير يعطل نفسه يعملها يقول لي طبعا مستحيل المدير يقوم بالأعمال الفرعية دي بجانب مهام عمل أصلية ودي بتبقى مهمة أو وظيفة السيكرتير يبقى نمبر تو أنسرينج تليفون كولز إجابة المكالمات الهاتفية بالبلد كده أن احنا بنرد على التليفون لما بيبقى فيه مكالمة واردة للمنشأة نمبر ثري أرانجينج أبوينتمنتز يعني إيه؟ أرانجينج أبوينتمنتز يعني ترتيب المواعيد طبعا اللي بيحطي لي جدول المواعيد الخاصة بيه كمدير منشأة هو السيكرتيري أنا كمدير أنا طبعا متفارغ لمهامي الأساسية لكن بالنسبة لأرانجينج أبوينتمنتز اللي هو ترتيب المواعيد الخاصة بيه بيقوم بهذه الوظيفة السيكرتير أو ذا سيكرتيري نبص بعد كده نمبر فور نمبر فور أرانجينج ميتنج س and conferences أرانجينج ميتنج س and conferences اللي هي ترتيب المقابلات والمواعيد والمؤتمرات يبقى مين اللي هيعملي المواعيد الخاصة بيه بترتيب جيد يديني قائمة بالمواعيد بتاعت اليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر بترتيب جيد طبعا السكراتري هو اللي بيقوم بالوظيفة دي بعد كده بيقول لي يعني إيه يعني الحفظ والفهرسة معنى كده أننا لو عندي مستند عايز أقوم بحفظه أو عايز أرتب بعض الأوراق والمستندات عندي بترتيب معين اللي بيقوم بهذه الوظيفة هو السكراتري نمبر سكس كلام ده معناه إيه تعالوا جيلنج يعني التعامل التعامل مع البريد الوارد والصادر والفاكسات اللي هي رسائل المطبوعة اللي بتجيلي بواسطة جهاز الفاكس اللي بيقوم بالتعامل مع البريد الوارد والبريد الصادر هو السكراتري نبدأ تاني من الأول كده نبص على تاسكس آف سكراتري أول حاجة نمبر وان تايبينج ذا دوكومنت اللي هو كتابة المستندات تو أنسرينج تاليفون كولز اللي هو اللي رد على المكالمات الهاتفية نمبر ثري أذانجينج أبوينتمنس اللي هو ترتيب المواعيد الخاصة بالمدير أذانجينج ميتنجس ترتيب المقابلات المواعيد والاجتماعات والمؤتمرات بعد كده آخر حاجة نمبر فايف اللي هي طبعا حفظ وفهرسة المستندات الخاصة به بعد ما خلصنا طبعا احنا كنا مترهنين قبل ما نقول ان في حد فينا يقدر يطلع لمهمة من دول خاصة بالمدير يقدر يسيب مهام عمل أصلية ويعملها وطبعا احنا شايفين ان كل المهام دي خاصة بالسكرتير بتاعنا بشكل كبير جدا ودي من مهام السكرتير بعد كده بنتكلم عن طبعا نسينا نمبر 6 التعامل مع البريد الوارد والبريد الصادر نبص بعد كده على حاجة خاصة ب نخلي بالنا من الكلام كلام اللي بنقوله كلام مهم جدا مش عايز ولا كلمة من اللي بنقولها تعدي حد فينا لانه هو طبعا ده بيبني المعرفة الخاصة بالمادة بتاعتي وبأسس نفسي فيها بشكل جيد عشان ما ارجعاش بعد كده قول المادة انا مش عادي في الجزئية دي الجزئ ده انا ما درستوش لا طبعا حضرتك درستو لكن بيبقى في بعض الحاجات اللي ممكن تعدي علي كده واحنا مش عايزين ده يحصل لنا طبعا عشان نفضل مستوانا ممتاز في المادة بتاعتنا المادة باللغة الانجليزية بتنمي المهارة بتاعتي بشكل جيد سواء على مستوى اللغة نفسها او على مستوى المادة العلمية والمهارات الخاصة بالسكرتاري ان انا ممكن بعد ما اخلص المجال بتاعي اخلص الدبلوم وبعد كده اشتغل في مجال السكرتاري طبعا لازم يكون عندي معرفة تامة بالبنود الخاصة بالسكرتاري كلمنا عن تاسكس اوف سكرتاري نخلي بالنا منه عشان انا مبقى سكرتير كده في منشأة معينة ابعارف الوظائف الخاصة بيا ايه والمهام الخاصة بيا ايه نبدأ بعد كده نبص على كوالاتيز كوالاتيز اوف ساكسسفول سكرتاري كوالاتيز اوف ساكسسفول سكرتاري هي مواصفات او خصائص السكرتير الناجح الجيد اللي بالبلدي كده شاطر في شغل انا لو شاطر في شغلي في مجال السكرتاري بيقول لي the secretary must be must دي بالانجلش يعني يجب أن يجب يعني ما ينفعش حاجة من اللي هنقولها دلوقتي تبقى مش موجودة في السكرتاري ولا واحدة لو كلهم موجودين واحدة بس مش موجودة لو كل الحاجات اللي هنقولها دلوقتي موجودة في انا كمستر محمد مثلا وحاجة واحدة من الحاجات دي مش متوفرة في مقدرش يكون ساكسسفول سكرتاري نشوفهم واحنا قلنا ان دول مش خاصين بالسكرتاري فقط دول خاصين بي انا كشخص كفرد عادي بتعامل في مجال عملي في اي مجال عمل في مهندس دكتور محامي محاسب اي واحد لازم يتوفر فيه الكوالاتيز اللي هنقولها دلوقتي تمام كده طبعا وعلى طبعا بوجهة اخص بقى في السكرتاري لكن لو انا نقصني واحدة من دول اتمنى ان احنا نعوض الحاجة اللي نقصة دي واكملها طبعا نبص على نمبر وان تاني مست بي مست قلنا يجب يجب يعني مش حاجة اختيارية دي حاجة واجبة اول حاجة بولايت بولايت يعني مؤدب مؤدب يعني زو اخلاق عالية يبقى ماينفعش سكرتاري ماينفعش سكرتير مايكونش بولايت لازم السكرتاري مست بي بولايت مست بي بولايت نمبر وان نمبر تو جود جود ابيرانس جود ابيرانس يعني المظهر الجيد يبقى تاني حاجة من الكوالاتيز او سكسسفل سكرتاري ها او الحاجة قلنا مست بي مست بي بولايت تو مست بي برضو جود ابيرانس يبقى ماينفعش السكرتير يكون مظهره غير جيد او غير لائق طب ليه السكرتاري هو الوجهة بتاعت الشركة بتاعتي اي ضيف او عميل بيجيلي بيدخل على السكرتاري على طول ادخل للمنشاة او الشركة الاقي نفسي داخل اول حد بيقابلني هو السكرتاري طب السكرتاري لو شيك ومهندم وشكله جود ابيرانس زي ما قلنا يبقى دا بيعكس صورة جيدة جدا عن المنشاة بتاعتي طب لو السكرتاري شكله مش جود مش عايزين نقول المصطلح التاني اللي هو مظهر جيد طب لو مظهره غير جيد لو مظهره غير جيد يبقى بين الصورة سيئة سلبية عن المنشاة بتاعتي طبعا العميل اللي جاي اللي بيتعامل معايا بشكل على حسب المظهر العام كبداية كبداية التعامله مع الشركة بشوف الاستقبال يشوف شكل السكرتاري بشوف شكل الموظفين اللي شغالين في الشركة وده بيعكس صورة ايجابية او سلبية عن المنشاة فبالتالي علشان اعكس صورة ايجابية عن المنشاة بتاعتي السكرتاري يبقى شكل ايه جود أبيرانس ولا شكل ما يكونش جود أبيرانس باد أبيرانس لا طبعا جود أبيرانس لازم يكون شكل بمظهر جيد لائق بعكس صورة المنشاة بتاعتي بشكل يعبر عن مدى التعامل الجيد اللي العميل هيشوفه بعد كده داخل الشركة طيب نكمل بعد كده قلنا بولايت ويه جود أبيرانس نمبر ثري نمبر ثري ها تالت حاجة في الكواليتز مست بي جود كوميونيكاتور جود كوميونيكاتور لازم يكون محاور جيد اللي هي عملية الاتصال لازم يكون متصل بشكل جيد مع العملاء بتوعي سواء عن طريق التليفون كولز عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق الميتينغز طبعا في المؤتمرات والاجتماعات أنا بستقبل بعض العملاء ممكن وبعض الأشخاص اللي عاملين داخل المنشأة ولازم يكون في لينك لينك يعني لازم يكون فيه اتصال مباشر وجيد ما بيني وما بين الأشخاص اللي بتعامل معاهم داخل المنشأة يبقى تاني السكرتري مست بي كل اللي قلناهم مست بي مست يجب أن يبقى أي حاجة كلمنا عليها لغاية دلوقتي في الكوالات ساكسسفول سكرتري نكملهم نمبر ثري جود كميونيكيتور شرط إنه هو يكون محاور جيد محاور جيد تمام نمبر فور مست بي كولم أند بيشنت كولم أند بيشنت لازم يكون هادئ ويكون صبور لازم يكون عنده صبر يعني باله طويل شوية لأننا هتعامل مع فئات مختلفة من العملاء من المواردين من الجهات المتعاملة معايا نحن كأشخاص طبعنا مش واحد ممكن حد عصبي ممكن حد باله طويل شوية علي لأ أنا شرط السكرتري لازم يكون كولم ويكون هادئ ويكون صبور علشان يقدر يتعامل مع كافة الأشخاص داخل المنشأة وداخل العمل بتاعه بشكل جيد وشكل فعال نمبر فايف لازم يكون لبق في الحديث بتاعه لازم يكون كتوم كتوم بمعنى انه ما يقومش بإفشاء أسرار المنشأة سواء للجهات الداخلية للأشخاص المتعامل معاهم أو للجهات الخارجية يعني حتى لو في معلومة خاصة بإدارة المنشأة وفي شخص بيعمل بالمنشأة مش من حق السكرتير ينقل المعلومة دي إلا طبعا بتوجيهات من المجير أو المانيجر بشكل مباشر ده بالنسبة ل بعد إذنكم بقى نبص عليهم تاني كده من الأول يجب أن تاني لازم يكون مؤدب لازم يكون لازم يكون مظهر جيد للسكرتير لازم يكون محاور جيد يكون بيقدر يتعامل مع كافة الأشخاص اللي بتعامل معهم باختلاف طبائع الأشخاص دول واختلاف شخصيتهم لازم يكون هادئ وصبور نام 3 نامуρι ناما بعد يكون كتوم ولازم يكون لبق بعد كده بيقول لي كتوم نبص عليهم كده يبقوا كام نوع من السكرتاريا تلات أنواع أول نوع هي السكرتاريا العامة السكرتاريا العامة من اسمها عامة سعيد جميع إدارات المنشأة في إنجاز العمل يبقى الجنرال سكرتاريا مش خاصة بجهة محددة هي خاصة بالمنشأة بوجهه عام كلمة جنرال يعني عام إذن الجنرال السكرتاريا هي السكرتاريا العامة النوع الثاني نومبر تو برايفت سكرتاريا لا دي بقى خاصة بالمدير يعني ماذا برايفت؟ برايفت يعني خاص ثاني سكرتارياorro أيها السكرتاريا الخاصة السكرتاريا الخاصة هي المنشئة وتساعدها في إنجاز الأعمال ـ ٣ تبعاًèteAA سكرتاريا سكرتاريا المتخصصة إيها السكرتاريا المتخصصة السكرتارية المتخصصة هي بتتخصص في مجال محدد وبتقوم بخدمة المتعاملين في هذا المجال يبقى تاني تاني يعني ايه يعني انواع السكرتارية كم طيب لما يجيلي جملة كده يقول لي نقط كده ويجيب لي بعض الاختيارات يقول لي choose one two three في كم طيب للسكرتارية نبص قدامنا كده هنلاقيهم هناك ثلاث انواع للسكرتارية السكرتارية العامة السكرتارية الخاصة والسكرتارية المتخصصة العامة بتساعد المنشأة بوجه عام اي ادارة من ادارات المنشأة بتحتاج اي خدمة من السكرتارية بيكون بتقدمها مباشرة لأي جهة او اي ادارة داخل المنشأة السكرتارية الخاصة هي السكرتارية الخاصة او المتعلقة بادارة المنشأة مباشرة عشان اسمها خاصة والسبيشيالايزد سكرتاريال اللي هي السكرتارية المتخصصة نبص على الاكسرسايز ونشوف نوع من انواع الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان بشكل مباشر السؤال بيقول لي مارك ترو او فولس المطلوب اني اعمل الاشارة المناسبة سواء علامة صح او علامة خطأ ها اول حاجة بيقول لي ايه اول حاجة بيقول لي سكرتاري اس ابارسون ها سكرتاري اس ابارسون هو اسست ذا مانجر عايزين نفهم الكلام ده معناقي نبص تاني كده على السؤال نبص تاني على السؤال ها ها مارك ترو او فولس المطلوب اني هعمل لك اشارة صح او اشارة خطأ او الحاجة بيقول لي ها سكرتاري اس ابارسون السكرتاري مين هو السكرتاري السكرتير اس ابارسون هو شخص هو اسست هو الشخص اللي بيقوم بمساعدة المجيد قبل ما نشوف الاجابة كل واحد يجاوب كده بينه وبنفسه عشان لما نجيب الاجابة الصحيحة يبقى عارف هو جاوب اجابة صحة ولا خطأ طبعا السؤال سهل جدا نبص كده على الاجابة الاجابة ها الاجابة ترو ترو الاجابة طبعا عبارة صحيحة تاني كده نبص على العبارة بالاجابة بتاعتها علشان نحتفظ بصورة ليها في ذكرتنا او لما يجي للسؤال او يسألني عليه ابقى متذكر الاجابة وعن فهم مش عن حفظ مش عايزين نحفظ احنا عايزين نفهم الجزء الخاص بالتطبيقات بتاعتنا السكرتاري اسا بيرسون هو اسست ذا مانيجر ها تاني كده سكرتاري اسا بيرسون هو اسست ذا مانيجر ايوة فعلا السكرتاري السكرتير هو الشخص اللي بيقوم بمساعدة المجيد نبص كده ننبر بي العبارة رقم بي بيقول لي ذا سكرتاري مست ها ابروبلم صالفينج سكيل عايزين نفهم الجملة دي عشان دي جملة مهمة جدا سكرتاري مست بي او مست ها لابد ان يكون عنده ابروبلم صالفينج سكيل يعني لازم يكون عنده مهارة حل المشاكل طب نفكر مع بعض يطرى السكرتير نفكر مع بعضنا بقى كده الشباب بتوعنا الحلوين طلبة والطالبات نفكر ها احنا ترجمنا الجملة وعايزين حد يساعدني في حلها انا مش عارف الحل بتاع الجملة دي نعرضه عليكم ونعرف رأيكم يطرى السكرتير لازم يكون عنده مهارة حل المشكلات ها العبارة دي صحيحة ولا خاطئة ها بيقول لي صح ولا غلط السكرتاري مست لازم يكون السكرتير عنده مهارة حل المشاكل لي لان السكرتير في مجال عمله هيقبله بعض المشاكل الطارئة المفاجئة لو هو عنده مهارة حل المشاكل هيتعامل مع المشكلة بدون أي عناء أو تعب وهيعد المشكلة بدون ما تأثر أي تأثير سلبي على المنشأة أو على العمل بتاعي طب لو أنا كاسكرتير ما عنديش مهارة حل المشاكل يبقى أي مشكلة هتقابلني هبدأ أن أنا ما عنديش القدرة أن أنا أتعامل معاها وهتبدأ تصدر مشكلة بعد كده للمنشأة بتاعتي وطبعا دي هتبقى بالنسبة للإدارة هتظهر بشكل سيء وهتظهر العاملين في المنشأة بشكل سيء يبقى أنا كاسكرتيري لازم يكون عندي اللي هي مهارة حل المشاكل نكمل طبعا العبارة بتاعتنا لما بصينا على الحل بتاعها نبص عليها تاني كده العبارة بالحل the secretary must have a problem solving skill طبعا true طبعا دي عبارة عبارة صحيحة ها نمبر سي نمبر سي بيقول لي إيه the manager من هو المانجر المجير ليه اسمي تاني أيوا the boss البوس أو المانجر طبعا هو أو البرزيدنط طبعا هو مجير المنشأة نشوفه بيعمل إيه بقى مجير المنشأة بيقول لي the manager answers the telephone calls يعني يا مستر الكلام ده manager المجير answers بيقوم بالرد أو بإيجابة telephone calls المكالمات الهاتفية ها حد بقى يقول لي بقى الإجابة علشان أنا محتار دلوقت يترى المانجر أو المجير عنده القدرة أو عنده الوقت الكافي أو عنده بعض الصلاحيات طبعا هو عنده الصلاحيات لكن ما عندوش الوقت الكافي يعمل إيه ها أنصر telephone calls لا طبعا يا مستر دي عبارة عبارة خاطئة ليه يا مستر العبارة دي خاطئة؟ لأن احنا قلنا أن السكرتري السكرتري من الوظائف بتاعته أو من التاسكس بتاعت السكرتري أنه هو بيعمل إيه السكرتري؟ ها أنصر the telephone calls بيقوم بإجابة المكالمات الهاتفية بشكل جيد أو بشكل سريع وبيبقى good communicator بيتحاور بشكل جيد حتى أثناء المكالمات الهاتفية number G number G العبارة الربعة في المارك true or false في العبارات الصحة والخطأ بيقول لي السكرتري must not be a good communicator يعني إيه؟ السكرتري السكرتير must not be لا يجب أن يكون good communicator محاور جيد لا طبعا دي برضو من the qualities of successful secretary من وظائف السكرتيري الجيد أنه هو يكون good communicator good communicator يعني محاور جيد ويكون عنده القدرة على إجراء الاتصالات بالأشخاص المحيطين بيه سواء العاملين داخل المنشأة أو الأشخاص الخارجيين أو الجهات الخارجية وطبعا العبارة زي ما احنا شايفين عبارة خاطئة نبص بعد كده على chapter number two طبعا chapter number one لما نيجي نراجع كده إحنا تكلمنا في إيه عن الشابتر الأولاني اللي كان في introduction to secretarial تكلمنا عن إيه؟ حد يفكرني ها؟ طبعا الكلام ده هنشوفه كله في الإعادة لكن أنا عايز الدماغ تبقى صحية معايا دلوقتي علشان يبقى الموضوع بالنسبة لي بسيط وجيد طبعا الموضوع سهل جدا زي ما احنا شايفين وإحنا اللي بنسهل الموضوع على نفسنا أو إحنا اللي بنصعبه لما نسيب جزء من المادة ما نتعاملش معاه ما نقرأهوش بعناية ما نفهمش الجزء ده بتكلم عن إيه؟ يبقى أنا كده هيبقى عندي قصور في جزء مهم حيوي طبعا في المادة بتاعتي تكلمنا عن إيه؟ حد يفكرني تكلمنا عن أول حاجة اللي هو تعريف السكرتير أول حاجة تكلمنا عليها سكرتري لازم يكون موصوك فيه بيعمل إيه؟ وبيعمل إيه تاني بعد مساعدة المدير طبعا بيقوم بإنجاز الأعمال الخاصة بيه وبيقوم بالأعمال الخاصة بالمنشأة لمساعدة الجهات المختلفة داخل المنشأة زي ما عرفنا بعد كده وتكلمنا بعديها عن كلمنا عن وظائف السكرتير وعرفنا السكرتير بيقوم بإيه؟ داخل المنشأة وعرفنا الوظائف الخاصة بالسكرتير اللي لازم نتعلمها بشكل جيد للالتحاق بعمل السكرتارية في أي جهة لازم يكون عندي التاسكس أو الوظائف دي لازم يكون عارفها ويكون جيد فيها بعد كده عارفنا qualities of successful secretary successful ناجح لازم يكون عشان يتوفر فيها صفة السكرتير الناجح في بعض الصفات وقلنا must be وقلنا إن كلمة must إن الحاجات اللي اتكلمنا عليها بالنسبة للسكرتير لابد أن تتوفر في السكرتير مجتمعة مجتمعة ما ينفعش ألاقي الصفة مش موجودة فيك وتبقى سكرتير جيد لعشان تكون سكرتير جيد لازم يكون متوفر فيك الصفات دي كاملة تمام كده وبعد كده اتكلمنا عن types of secretary عن وظائف أو آسف عن types of secretary اللي هي أنواع السكرتارية السكرتارية وعرفنا there are cam type three types of secretary ثلاث أنواع للسكرتاري نبص بعد كده على شابتر 2 شابتر 2 بيكلم عن types of letters كلمة types اللي لسه واخدينها في السكرتاري اللي هي أنواع types of secretary general secretary وspecial specialized secretary وطبعاً النوع الثالث الخاص بالسكرتارية المتخصصة طبعاً كان عندي general secretary وعندي private secretary وعندي specialized secretary النوع بقى اللي بنتكلم عنده في شابتر 2 types of letters types of letters اللي هي أنواع الرسائل أنواع الرسائل طيب هي رسائل دي مهمة؟ ولا مش مهمة؟ أنت بتتكلم عن أنواع رسائل اللي يطرى رسائل مهمة؟ تعالوا نبص كده بيقول لي there are three types of letters يبقى زي ما كان عندي three types of secretary عندي three types of letters إيه هما three types of letters؟ إيه هما three types of letters؟ أول حاجة عندي النوع الأولاني عندي personal letters إيه هي الpersonal letters؟ هي رسائل الشخصية يعني إيه personal letters اللي هي letters are exchanged between relatives and difference الpersonal letters هي رسائل الشخصية لما ببعث لصديق لي رسالة دي رسالة خارج نطاق العمل ببعثها لحد من أصدقائي ببعثها لحد من أقاربي بهنقوا بحاجة بسأل عليه دي بتبقى personal letters رسائل رسائل شخصية يبقى النوع الأولاني personal letters نبص على النوع الثاني النوع الثاني formal letters إيه هي الformal letters اللي طبعا هي رسائل الحكومية أو رسائل اللي ليها صفة الرسمية letters are exchanged between the departments or the government تاني بقى كده نبص على الformal letters اللي بيتم تبادلها وبيتم مرسلتها بين مين ومين between يعني بين the departments داخل الإدارات of the government للجهات الحكومية يبقى الformal letters رسائل رسمية رسائل الحكومية بتبقى ما بين جهات حكومية لما بيطلب مني ورقة معينة لتقدمها الجهة الحكومية دي بتبقى formal letters باخد رسالة من جهة حكومية الجهة حكومية أخرى تمام؟ دي تعتبر نوع من اللترز لكنه formal letters رسائل رسمية النوع الثالث الأهم بالنسبالي في شغلي هو البازنس letters من اسمها كده بازنس letters بازنس العمل والشغل هي رسائل التجارية نوع الثالث هي رسائل التجارية مالها بقى البازنس letters بتتكلم عن ايه البازنس letters طبعا هنذكر بعد شوية بعد ما نتكلم عن النوع الثالث البيزنس letters هنتكلم عن البيزنس letters دي لان احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نوعين أو حكتين من البيزنس letters نبص كده على البيزنس letters letters are exchanged letters are exchanged بيتم تبادلها رسائل بيتم تبادلها between يعني بين مين بقى business men مين البيزنس من هم رجال الأعمال رجال التجارة الناس اللي بتتعامل في مجال التجارة والبيع والشراء and business firms firm يعني منشأة والمنشأة هي الشركة الصغيرة او المحل بتاعي يبقى تاني ايه هي البيزنس letters letters are exchanged بيتم تبادلها between بين ها بيزنس من and business firms business firms اللي هي رسائل التجارية نيجي بعد كده لجود rules of business letters ايه هي الوظائف الوظائف او الحاجات الأجزاء الخاصة بال business letters لازم يكون فيه خصائص معينة ولازم يكون فيه قواعد معينة لإعداد الرسالة التجارية طبعا الـ rules اللي هي قواعد إعداد الـ business letter اول حاجة بيقول لي be accurate نقرأ means accuracy in figures dates and data لازم يكون فيه وضوح لازم يكون فيه تفصيل لازم يكون الحاجة بتاعتي واضحة بشكل جيد بالنسبة للـ business letter طبعا ما ينفعش يبقى business letter فيه بيانات نقصة لازم يكون مستوفي البيانات يبقى اول حاجة من business letter شرط ان يكون be accurate اللي هي accuracy اللي هي التفصيل والوضوح بتاعي في البيانات الخاصة بالـ business letter بعد كده بيقول لي be complete be complete be complete لازم يكون متكامل يبقى الاول حاجة accuracy اللي هو الوضوح وبعد كده be complete complete لازم يكون متكامل لازم يكون متكامل means cover all parts of the letter لازم يكون بيغطي جميع أجزاء الرسالة بتاعتي يبقى ما ينفعش ان انا اتكلم في الرسالة التجارية عن جزء وهم الجزء تاني لازم البيانات كاملة تكون موجودة في business letter بتاعي بعد كده بيقول لي be concise be concise لازم يكون مختصر ما معبرش بعبارات طويلة وعبارات ما لهاش اي فائدة لا لازم يكون فيه جمل قصيرة مختصرة means use short sentences and sample words لازم كمان الكلمات اللي موجودة في business letter تكون كلمات بسيطة يسهل ان الطرف الآخر اللي برسله رسالة يقوم بفهمها بشكل واضح وجيد بعد كده بيقول لي be clear لازم يكون واضح لازم يكون واضح means use appropriate words to express ideas لازم يكون فيه كلمات واضحة شرط B means use appropriate words to express ideas لازم يكون فيه كلمات واضحة لعرض الأفقار بتاعتي وإلا الشخص الآخر هيقرأ رسالة ومش يستفيد منها أي شيء شرط كمان be courteous means use polite words لازم يكون فيه عبارات مهزبة لازم يكون الرسالة مهزبة وبعد كده هنشوف وإحنا بنبص على ال layout بتاع business letter ان فيه عبارات بتعبر عن احترام متبادل ما بين الطرفين be courteous تاني means use polite words in the letter لازم الرسالة تكون بتبدأ وبتشتمل على الرسائل التجارية يكون العبارات مهزبة وبشكل جاي بعد كده نبص على important of business letter ايه هي اهمية رسالة تجارية هي رسالة تجارية مهمة؟ طبعا the business letter is important for the following reasons ليه مهم الرسالة تجارية؟ عشان الاسباب اللي هنقولها حالا اول حاجة بيقول لي it can be used as a document الرسالة تجارية يمكن استخدامها كمستند وساعتها بتبقى مستند غاية في الاهمية ما بين الطرفين المتعاملين برسالة تجارية وهنتكلم عليهم بعد كده طبعا وقولنا عليهم في الحلقة السابقة البائع والمشتري بعد كده بيقول لي هي وسيلة من وسائل الاعلان ايوة فعلا انا ممكن اعلن عن شركتي عن طريق رسالة تجارية اللي انا ببعتها للطرف الاخر بعد كده بيقول لي it increases the volume of trade احنا قلنا ان هي بتزود حجم ونشاط التجارة عن طريق التعامل المباشر ما بين الاشخاص طرفي رسالة تجارية بعد كده بيقول لي هي بتقوم بانشاء وعمل علاقات جيدة ما بين الاشخاص بعد كده بيقول لي هي طبعا بتقوم بتوفير الوقت والاموال ده بالنسبة للرسالة تجارية طبعا ده بالنسبة للجزء الخاص برسائل التجارية بتاعتنا طبعا احنا ما اتكلمنا عن عرفنا ان انا عندي عندي النوع الاولاني اللي هي الرسائل الشخصية الخاصة اللي بيبعتوها الاشخاص لبعضهم وبعد كده عندي اللي هي رسائل الحكومية الرسمية وبعد كده عندي يا طرى البيزنس لتر مهم بالنسبة لي رسائل التجارية غاية في الاهمية غاية في الاهمية رسائل التجارية غاية في الاهمية لان هي قلنا الاهمية بتاعتها تزيد حجم النشاط التجاري داخل الدولة وسيلة من وسائل الاعلان كمان بتقوم بعمل روابط وعلاقات جيدة ما بين الاشخاص وطبعا ده بيبقى ليه اثر جيد على حركة التجارة داخل الدولة خلي بالنا من حاجة مهمة جدا احنا قلنا ان الرسالة التجارية او البيزنس لتر ها ممكن استخدمها كمستند تمام؟ هو انا ليه ما بتصلش اتفاقنا الحصة اللي فاتت؟ ليه ما بتصلش بالطرف التاني واعرف منه المعلومات اللي انا عايزها عن طريق التليفون؟ ليه؟ علشان يبقى معايا مستند رسمي مرسل من الجهة الاخرى موقع عليه بما يفيد المعلومة اللي انا عايز اعرف لو سعر البضاعة باسأل عليه زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت الاسعار والشروط ببدأ ان انا ببعت رسالة الرسالة بتبقى ملزمة للطرف اللي بعتها لي وده ربط الجزء النظري بالجزء العملي احنا قلنا الجزء النظري والجزء العملي مش منفصلين عن بعض الجزء النظري والجزء العملي ليهم اتصال مباشر ببعضهم فما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الاستفسار والتسعير طبعا عرفنا اهمية التجارة الداخلية وعرفنا اهمية رسائل التجارية هنبدأ ان احنا في الحلقات القادمة ان شاء الله نتناول بالتفصيل البيزنس لتر اللي يقود بتاعه ونبدأ بالثلاث رسائل الرسائل التجارية اللي بيتم تداولها داخل الانلاند ترانزكشنز او عمليات التجارة الداخلية نتمنى ان الحلقة النهاردة تكون ممتعة بالنسبة لنا طبعا هنتعامل معها ان هي معلومات قيمة بالنسبة لنا لازم ما نتنازلش ما فيش تنازل عن اي جزئية جات النهاردة سواء في الديفينيشن او سكريتري او التاسكس او الحاجات اللي اتكلمنا عليها بالتفصيل عايزين نبص على الحلقة ان شاء الله في الاعادة وبعد كده نبدأ ان احنا نتابعها على قناة مصر للتعليم الفني في اليوتيوب عشان نراجع معلوماتنا ونأكد المعلومات بتاعتنا في نهاية الحلقة ارجو ان نكون قد استفدنا من الحلقة بشكل جيد وان شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة